بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالباء سلام الله عليكم و رحمته و بركاته و حياكم الله تعالى و بياكم و أهلاً و سهلاً بكم معنا في هذا الدرس المتعلق بالرضاع بإذن الله تعالى أقفوا إياكم مع هذا الموضوع المهم لنقفوا إياكم على أبرز و أهم مسائل و أحكام الرضاع و لكن قبل ذلك أستعرض و إياكم أبرز و أهم الأهداف المرسومة لدرسنا فكونوا معي بارك الله فيكم إذن درسنا هو الدرس الثامن عسر في أحكام الرضاع نستعرض و إياكم دروس هذه الوحدة و الثالثة الطلاق و الخلع و العدة و النفقات و الرضاع الذي هو درسنا بإذن الله تعالى ثم نقفوا إياكم على أبرز و أهم الأهداف المرسومة لدرسنا عندنا أول هدف نسمو إياكم بإذن الله تعالى إلى تحقيقه أن يوضح الطالب و الطالبة المقصودة بالرضاع ما المراد بالرضاع أي تعريف الرضاع أيضا من الأهداف و هو الثاني أن يعدد الطلاب شروط الرضاع المحرم لا بد من شروط معتبرة ليكون الرضاع محرما ثم أيضا من الأهداف أن يستنتج الطالب و الطالبة ما يترتب على الرضاع من الأحكام ثم أخيرا من الأهداف أيها الطلاب و الطالبات أن يبين الطالب ما يتعلق بالرضاع من أحكام هذه أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا نبدأ و إياكم أيها الطلاب درسنا بهذا النشاط هنا سؤال أيها الطلاب ماذا تفهم من الرضاع المقصود في هذا الدرس؟ الجواب لهذا السؤال هو مدخلنا بإذن الله تعالى المراد هو مص أو شرب من دون الحولين لبنا نتج عن حمل في نكاح صحيح إذن هذا هو تعريف الرضاع نقول مص أو شرب من دون الحولين لبنا نتج عن حمل في نكاح صحيح إذن هذا التعريف يدخل من خلاله إلى جو هذا الدرس لنقف إياكم على الشروط لو تأملتم التعريف لرأيتم أن التعريف مبني على بيان شروط الرضاع هنا لا يكون الرضاع ناشرا للحرمة إلا بثلاث شروط بثلاث شروط الأول أن تكون الرضاعات خمسا فأكثر لو كانت أربعا أو ثلاثا أو أقل فإنها لا تنشر الحرمة والدليل حديث عاش رضي الله عنها أنها قالت أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضاعات معلومات يحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك إذن الحديث حدد الرضاعات الخمس هي التي تحرم وهي التي تنشر الحرمة نأتي أيها الطلاب هنا ما المراد بالرضعة إذا قلنا خمس رضاعات ما هي الرضعة أو ما المقصود بالرضعة التي تحسب على أنها رضعة الرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي ويرضعه ثم يتركه باختياره يترك الثدي المرضعة باختياره من دون قسر أو منع من المرضعة فهذه تعد رضعه فإذا التقم الثدي مرة أخرى كانت رضعة ثانية إذن التقام الثدي ثم تركه باختياره هذه رضعة فإذا التقمه وارتضع منه ثم تركه خمس مرات في جلسة واحدة فقد أصبح هذا الرضاع رضاعا محرما هنا الشرط الثاني للرضاع المحرم أن يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح صحيح فهنا لا بد أن يكون ثابعا حمل وهذا شرط معتبر في تحريم الرضاع أيضا نأتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات إلى الشرط الثالث الذي لا بد منه في نشر الحرمة للرضاع وهو أن يكون الرضاع في الحولين يعني في السنتين الأوليين من مولد هذا المرتضع لقول الله تعالى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرضاعة هنا في الآية الكريمة جعل تمام الرضاعة حولين وعن أم سلم رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطان والصبي إنما يفطم بعد الحولين بعد الحولين إذن هذا هو الشرط الثالث من شروط الرضاع المحرم نأتي أيها الطلاب والطالبات إلى ما يترتب على الرضاع إذا أرضعت المرأة ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى خمس رضاعات في الحولين فما الذي يترتب من أحكام على هذا الرضاع هنا إذا أرضعت امرأة طفلا لم تلده خمس رضاعات في الحولين فإن هذه المرضعة تكون أما لهذا المرتضع من الرضاعة وأولاد هذه المرضعة يكونون إخوانا لهذا المرتضع وزوج المرأة التي أرضعت هذا الصبي يكون أبا له من الرضاع وأب المرأة التي أرضعت الطفل يصبح جدا له من الرضاع وأم المرأة المرضعة تكون جدا لطفل وإخوان الزوج وأخواته يكونون أعماما وعمات لهذا المرتضع وكذلك إخوان الأم وأخواتها يكونون أخوالا وخالات له وهكذا إذن انتشار الحرمة من جهة المرتضع فكل قرابات المرتضع الذي التقم الثديا وارتضع منه خمس مرات فأكثر كلهم يكونون بحسب هذا الرضاع ينشر الحرمة في هؤلاء الأقارب من جهة أبيه أو من جهة أمه أو من جهة إخوانه نأتي أيها الطلاب إلى إخوان الطفل بالنسب أما إخوان الطفل هذا الطفل الذي ارتضع من هذه المرأة له إخوة إخوة من أبيه وأمه أو من أبيه أو من أمه بالنسب فما حالهم فإنهم لا يصبحون أولادا للمرضعة هم أجنبيون لا علاقة لهؤلاء الإخوة بهذه المرضعة ولا بأولادها ولا زوجها ولا شيء من ذلك ولا إخوانا لأولادها فالحكم يتعلق بالذي رضع فقط دون أبويه وإخوانه وسائر أقاربه لا أود أن نفهم هذا جيدا حتى لا يختلط الأمر عندكم فيما يتعلق بنشر الحرمة في الرضاع نأتي أيها الطلاب إلى أحكام الرضاع هنا إذا وجد الرضاع بالشروط المعتبرة السابقة فالذي يتعلق به حكمان فقط ركزوا معي في الأحكام المتعلقة بالرضاع أول هذين الحكمين تحريم النكاح يحرم النكاح والدليل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة قال حرمت ثم أدخل الأمهات من الرضاع وكذلك الأخوات من الرضاعة فذل على أن هذا هو الحكم الأول المتعلق بالرضاع نأتي أيها الطلاب والطالبات هنا دليل من السنة النبوية جاءت السنة متممة ومفصلة ومبينة لقاعدة التحريم وهي أن كل قاعدة كل من يحرم نكاحهن من النسب يحرم نكاحهن من الرضاع كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وفي لفظ مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه قاعدة لا بد أن تفهم في باب الرضاع بعد هذا أيها الطلاب والطالبات نأتي إلى الحكم الثاني في أحكام الرضاع وهو ثبوت أحكام المحرمية إلى القريبة من الرضاع هناك أحكام متعلقة في المحرمية وهي يجوز النظر إلى هذه المرأة والخلوة بها ومصافحتها وكونه محرما لها في السفر ونحو ذلك من أحكام المحارم لماذا؟ يدل لذلك أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفلح أخي أبي القعيس رجل يسمى أفلح هل يدخل عليها؟ وكانت امرأة أبي القعيس قد أرضعتها يعني أرضعت عائشة رضي الله عنها فهي أمها من الرضاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل عليك أفلح ابن أبي القعيس فإنه عمك من الرضاعة فهذا الحديث الشريف يبين لنا انتشار المحرمية في هذا الرجل لأن هذه المرأة أرضعت عائشة رضي الله عنها وزوج هذه المرأة هو أب لعائشة من الرضاعة وأخوه الذي هو أفلح ابن أبي القعيس عم لعائشة رضي الله عنها من الرضاعة فيدخل عليها وتكشف له ويكون محرما لها في السفر ويصافحها هذا ما يتعلق بهذه الأحكام في الرضاعة أيها الطلاب والطالبات نأتي إلى هذا النشاط الذي من خلاله تختبرون معلوماتكم في باب الرضاعة هنا ميز بما يأتي ما يثبت من أحكام بسبب الرضاعة وما لا يثبت مع ذكر السبب نأتي إلى أول المسائل جواز نظره من أرضعته وبناتها إذا كانت هذه المرأة أرضعت هذا الولد وبلغ مبلغ الرجال فالحكم جواز نظره من أرضعته وبناتها يثبت أو لا يثبت نعم حسنتم يثبت لأنها أمه وبناتها أخواته من الرضاعة السبب هو لأنه محرم لهن الثاني وجوب النفقة عليه لأمه من الرضاعة هل هذا يثبت أو لا يثبت الجواب أحسنتم لا يثبت لا يثبت لماذا ما العلة العلة لأنها ليست من الورثة وإنما فقط الرضاع في المحرمية لا في المراث نأتي إلى المسألة الثالثة تحريم زواجه من بنات من أرضعته تحريم زواج هذا المرتضع من بنات المرضعة من بنات أمه المرضعة له هل يثبت أو لا يثبت الجواب يثبت يحرم ما العلة؟ العلة والسبب لأنهن أخواته من الرضاع هنا المسألة الرابعة وجوب صلته لمن أرضعته كما يصل رحمه هل هذا الحكم يثبت أو لا يثبت الجواب؟ الجواب مستحب هو يثبت ثبوت استحباب لا ثبوت وجوب والعلة في هذا والسبب لأنه من الوفاء لهذه المرأة التي أرضعته من لبنها نأتي إلى الحكم الخامس جواز الخلوة بأخته من الرضاعة هل هذا الحكم يثبت أو لا يثبت الجواب أحسنتم يثبت ما السبب في ذلك؟ السبب لأنها من محارمه ثم نأتي إلى الحكم الذي بعده وجوب الإحسان إلى أمه من الرضاعة وبرها هذا الحكم أيضا نقول إنه يثبت والعلة في ذلك أو السبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسن إلى من أرضعته صلوات ربي وسلامه عليه جواز مصافحة أخته من الرضاعة وتقبيل رأسها هل هذا الحكم يثبت أو لا يثبت؟ أحسنتم هذا الحكم يثبت والسبب في ذلك كما لا يخفأ لأنها من محارمه نأتي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات إلى المسألة الرألة الثامنة أخو المرتضع يكون محرما لأخت أخيه من الرضاع هل لهذا الحكم يثبت أو لا يثبت؟ الجواب نعم لا يثبت ما السبب؟ لأن أحكام الرضاع تخص المرتضع فقط ولا علاقة لها بإخوانه وأخواته ونحو ذلك نأتي إلى التاسع كونه محرما لخالته من الرضاع في سفر الحج هل هذا الحكم يثبت أو لا يثبت؟ يثبت والسبب في ذلك أيها الطلاب والطالبات لأن الرضاع يثبت المحرمية هذا ما يتعلق بهذه المسائل والجواب عليها أيها الطلاب والطالبات بعد هذا أنتقل وإياكم إلى مسألة مهمة متعلقة بالرضاع وهي الشك في الرضاع إذا شك في الرضاع قد يحدث الشك في الرضاع على وجهه الوجه الأول أيها الطلاب والطالبات الشك في حصول الرضاع من عدمه يعني هل أرضعت أو لم ترضع شك في أصل وجود الرضاع تقول المرأة لا أدري أرضعت فلانا أو لم أرضعه هذا نوع من أنواع الشك في الرضاع الثاني الشك في عدد الرضاعات المحرمة هي خمس رضاعات تقول المرأة لا أدري أرضعت فلانا خمس رضاعات أو أربع أو لا أدري أرضعت خمسا أو أقل من ذلك ونحو ذلك ما يتعلق بالشك في عدد الرضاعات نأتي هنا للجواب عن الحالتين السابقتين في الحالتين السابقتين هل تثبت أحكام الرضاعة أو لا الجواب لا تثبت لماذا نقرأ القاعدة الفقهية الآتية ثم نجيب على ضوء الفهم لهذه القاعدة ونعلل الإجابة القاعدة تقول اليقين لا يزول حكمه بالشك اليقين لا يزول بالشك معنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا ورد عنده شك في أي حكم فقهي وكان عنده يقين سابق لا يلتفت أبدا إلى الشك الطالع بل يبقى على يقينه فاليقين يبقى والشك يزول فاليقين في المسألتين السابقتين ما هو؟ أحسنتم اليقين عدم الرضاع شكت هي أرضعت أو لم ترضع نقول أنها لم ترضع كذلك المشكوك فيه في المسألتين السابقتين الشك في الرضاع وفي عدد الرضاعات والنتيجة التي نتوصل إليها من خلال هذا النشاط عدم الرضاع لماذا؟ ما العلا؟ ما السبب؟ هو نعم لأن اليقين لا يزول بالشك فعندنا اليقين أنها لم ترضع فلا يزول هذا اليقين بالشك الطارئ من هذه المرأة في كونها أرضعت أو لم ترضع وكذلك في عدد الرضاعات المحرمة ننتقل بعد هذا أيها الطلاب لثبوت الرضاع بالإخبار ثبوت الرضاع بالإخبار يكفي أيها الطلاب والطالبات في ثبوت الرضاع إخبار امرأة واحدة موثوقة أنها أرضعت فلانا لماذا؟ إذ النساء في هذا الأمر أضبط من الرجال فعن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتتهم رأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج يعني أنهما إخوة فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل يعني الكلام ظهر أنها أرضعت ففارقها عتبة ونكحت زوجا غيره درءا لهذا الاشتباه في الرضاع هنا نأتي الإشاط مهم متعلق بهذا العنوان وهذا الدرس قد يحدث أيها الطلاب والطالبات أحيانا أن يتزوج اثنان وبعد فترة تأتي امرأة موثوقة وتخبر أنهما أخوان من الرضاعة فترتب على ذلك انفساخ النكاح بالتعاون مع زميلك أيها الطالب ما الطلق التي تقترحها لضبط قضايا الرضاع وتوثيقها حتى لا يحدث مثل ذلك مستقبلا نريد حلول حتى لا يقع مثل هذا الإشكال مستقبلا من ذلك مثلا أيها الطلاب توثيق هذا الأمر توثيق الرضاع ينبغي أن يكتب أو يخبر به حتى يشاع بين الناس ويعرفه الناس حتى لا يقع زواج بين هؤلاء الأقارب من الرضاع أيضا من الحلول السؤال والتثبت إن حصل شك قبل الزواج إذا شك هل هذه المرأة محرم لهم الرضاع أم لا فهنا يتثبت قبل أن يقدم على هذا الزواج ثم بعد ذلك آتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات إلى ختام درسنا بعد استعراض جميل بحمد الله تعالى مع مسائل الرضاع وأحكامه أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيب المشاهدة وحسن المتابعة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته